أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية إسرائيل في حالة طوارئ كما لم تعش سابقا خصوصا في حيفا والتخوف من ضربة يمنية وزاد الأمر سوءا في التقديرات الإسرائيلية عندما أطلق أبو آلاء الولائي الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق كلمته وهو الذي يعد بمثابة أهم حليف لضربات سابقة موجهة ضد ميناء حيفا وأيضا إلى جانب أخيه المفدى كما في كلمته لأول مرة وهو يرسل رسالة السلام إلى اليمن وإلى الحوثي قائدها تطور جعل من إسرائيل تؤكد أن خبر الضربة المتوقعة سيكون مركبا من المقاومة العراقية ومن اليمن لأن اليمن اليوم وكما ظهر في بيان سينتكوم متوجسة وأيضا في حالة طوارئ من أجل تكرار ما وقع مع الوعد الصادق بإسقاط الدرونات والصواريخ المتجات نحو إسرائيل إذن لا بد من مناورة مركبة من أجل الوصول وضرب إسرائيل ضربة موجعة لأن المهم هو الوصول إلى هذه الضربات التي يمكن أن تكون مؤثرة وترد على ما حدث في الحديدة من جهة أولى فإن إسرائيل كما يظهر وأمام الأربع زوارق كان واضحا جدا أن الأمريكيين إلى جانب الإسرائيليين وأن اليمنيين أيضا يحاولون إشغال القوات الأمريكية خصوصا البحرية منها عبر هذه الزوارق التي أطلقت والتي ترغب في الوصول مباشرة إلى تأثيرات على هذه البحرية من جهة أخرى فإن استخدام حاتم 2 وهذا الصاروخ الفرد صوتي ضد القطع البحرية الآن يمكن أيضا استخدام مثل هذا الصاروخ في المواجهة وبشكل عال جدا إلى حين أن يكون التأثير قويا إذن أمامنا أولا حالة طوارئ أمريكية إلى جانب الإسرائيلية ومعلوم مثلا في إسرائيل فإن عدد الطائرات التي هي الآن في سماوات حيفا يوازي ما كان من حالة طوارئ في الوعد الصادق الضربة الإيرانية لإسرائيل إذن هذه هي المسألة الرئيسة الأولى المسألة الثانية أن الدفاعات الجوية انتقلت إلى ما سمي بالخط الأسود وهذا الخط هو آخر خط لدى إسرائيل بالنسبة لطوارئها ليس الخط الأحمر وليس اللون الأحمر وإنما اللون الأسود وهذا للعلم فقط المسألة الأخرى والأكثر أهمية أن الأمريكيين متخوفون من ضربات الزوارق وحاتم اثنين دفعة واحدة وقد استخدم هذا الصاروخ الفرد الصوتي ضد أهداف بحرية والآن هناك حاتم اثنين أي الصواريخ الفرد الصوتية في توجيهها مباشرة إلى إسرائيل أي أن تجاوز الجدار الأمريكي لن يكون إلا بالفرد الصوتي وهذا أمر شديد الأهمية لكن بمساعدة من تغطيات نارية قوية للغاية بالنسبة للعراق ولذلك فإن هذه الكلمة التي أكد بشأنها أبو آلاء الولاء وهو يتحدث عن شجاعة استثنائية لليمنيين ولكنه قال بالحرف وهذا هو الشيء المؤثر فقد أكد أن اليمن الآن طرف أصيل في هذه المعركة إذن لدينا معركة بحرية من جهة وهذا هام جدا وقد بدأت بالزوارك الحربية ثانيا أن إمكانية مشاركة حاتم اثنين ضد السغن الأمريكي أمر متوقع وأن الضربات الموجهة باليستيا وأيضا بي المسير نحو حيفا إلى جانب المقاومة العراقية في عملية كبرى أمر متوقع لنجد رد حزب الله إن خلقت هذه الضربة أزمة قوية في إسرائيل فإن الرد قد يكون في جنوب لبنان لنرى وبوضوح أن حزب الله وبإعلامه الحربي قال لن تعود لكم دبابات وكان هذا إشارة من حزب الله إلى أن أي مغامرة بعد الضربة اليمنية العراقية في جنوب لبنان سيكون الرد عليها بصفر دبابة يعني أن لا يبقى للجيش الإسرائيلي دبابات ولذلك فإن أي حالة اليوم متوقعة هو يعمل عليها من الآن كل من حزب الله في الرد على كل رد إسرائيلي بعد الهجمة اليمنية العراقية وهل ستكون هذه الهجمة هجمة منسقة يعني كطرف أصيل إذن مهم في نظر على الأقل اليمنيين كل شيء لدى اليمنيين من مفاوضات طاقم السفينة السفينة أول سفينة قادها اليمنيون إلى شواطئهم كان أمر بارزا أن جزءا من هؤلاء والمفاوضات تشرف عليها الأطراف الفلسطينية ليكشف القائد الحوثي بأن الذي أطلق على الدرون الذي أصابت الأبيب إسم يافا هم الفلسطينيون وبالتالي فإن حماس والجهاد هي التي أطلقت إسم يافا على الدرون اليمني هذا كله للتأكيد أننا أمام اعتبارات شديدة الأهمية بخصوص إرسال الردود على إمكانية الحرب الشاملة من جهة أولى فإن هناك محاولة إقناع فوري للمصريين به أن يكون لدهم سلبيا على الأقل في معبر رفح وفي محور فلادلفيا في وقت قد تتعرض فيه إسرائيل لهجمة كبرى قد تغيره كل ما يتعلق بنقة الارتكاز ونقة القوة بالنسبة للجيش الإسرائيلي خصوصا في الفلادلفيا وأن يتعاد المصريون بعدم الدخول إلى هذه المراطق إن تحقق أن هناك هجمات لأطراف أصيلة في المحاور الآن لأن مجرد أن يقول أبو آلاء الولائي بأن اليمن اليوم طرف أصيل في مواجهة إسرائيل فهذا يعني أن الطرف الأصيل وليس طرف إسناد بل طرف أصيل ورغم أن اليمنيين يقولون بأنهم طرف إسناد أو جبهة إسناد كحالة حزب الله فإن التحول في العبارة لدى أبو آلاء الولائي إلى أن يكون اليمن طرفا أصينا في هذه المواجهة المفتوحة ضد إسرائيل هذا كله سيكون له ما بعده أي التحول الذي سيكون أولا على صعيد الجو لسبب رئيس لأن إمكانية أن يضرب الإسرائيلي أكثر من مرة في الأسبوع اليمن أمر غير متوقع المسألة الثانية أن الإجراءات التقنية بعد المراجعة تعد أضعف ولا بد من تقويتها عبر الأمريكيين الثالثا أن التقديرات الحالية تقديرات شديدة ولها أبعاد وهذه الأبعاد هي التي قررها اليمن بأن إمكانية الضربة الآن وأن يعمل أبو آلاء الولاء إلى تحويل اليمن إلى طرف أصيل وأن جبهة الإسناد في هذه الحالة ستكون العراق فكل هذا سيكون له ما بعده لأن العملية اليوم عملية معقدة وأن الخوف كله الآن من أن يكون رد إسرائيل في جنوب لبنان ليأتي جوابه حسن نصر الله من خلال الإعلام الحربي بألا دبابة هذا يعني أن المدرعات لن تعود وبالتالي في هذه الحرب حرب إن تحولت إلى حرب شاملة وأن لا يكون فيها حزب الله والمقاومة العراقية الإسلامية العراقية واليمنية جبهات إسناد فإن هذا الخيار كما أراده تماما الإسرائيلي في اليمن قد يتحول أيضا إلى جبهات أصيلة في المواجهة وهكذا سيصبح الوضع صعبا ومعقدا يحاول نتنياهو أن يلاعب بمفاوضات في الدوحة لكن الطوفان دخل مرحلة قد تتجاوز بكل تأكيد كل ما يجري في الدوحة فالآن صنعاء بغداد ومن ثم بيروت في هذه المناطق الآن سيكون القرار بالتالي فإن هذه الرسائل التي لم تحدث منذ بداية الطوفان الطوفان الأقصى وهذه الكلمة بالنسبة للعراق ولكتائب سيد الشهداء العراقية وأنصار الله وهذه الجبهة المتكاملة التي ينزع فيها حزب الله إلى أن يكون الرد محتملا في جنوب لبنان كل هذا يجيب عنه بشكل كامل الإسرائيلي عندما يطير بطائراته وفي حالة إرباك شديد الآن إلى جانب الأمريكي الذي يساعد ويساهم بشكل واسع للغاية في هذه الجبهة أيضا ليتأكد اليوم أن الجبهة الأمريكية والإسرائيلية في مقابل العراقية اليمنية في هذه الظرفية الحساسة شكرا جزيلا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر